هنروح للسكواش السكواش طبعاً لعبتنا أو لعبت منتخة مصر أو لعبت الاسكواش في صفة عامة من الشرق للغرب من الشمال للجنوب بحثاً عن النقاط كل الفرق دي أو كل اللعيبة مش فرق اللعيبة بتروح كل البطولات اللي تقدر تروح عشان تجمع النقاط عندنا ثلاثة أهلاوي بيشارك في بطولة هون كونج الاسكواش في أقصى الشرق الفار إست في أقصى الشرق يعني كانوا من يومين في الدوحة القاهرة هون كونج مين عندنا التلاتة اللي بيشاركوا مصطفى عسل نجميل الكبير طبعاً الطيجر الأهلاوي وعندك يوسف سليمان ويثرب عادل التلاتة وطبعاً كان فيه سانة إبراهيم كمان مشاركة في هذه البطولة يمكن نقول رباعي ولكن ثلاثة اللي تأهلوا للدور التاني هم رباعي طبعاً وعندنا كمان ندين شهين لا خمسة خمسة شاركوا اللي تأهلوا من الخمسة تلاتة تاني نقولهم تاني مصطفى عسل يوسف سليمان يثرب عادل دولة تأهلوا الدور التاني ولكن ندين شهين قبلت بطل العالم نور الشربيني في البدري خصت منها كمان بشرف تلاتة اتنين فاستضم بطل العالم خرجت من قبلت من الدور الأول سانة إبراهيم خصت من زملتها روان العربي في المنتخة بنتيج تاتة واحد ما تأهلتش الدور التاني ولكن طيب مصطفى عسل عمل ايه؟ مصطفى عسل كسب المكسيكي ليونيل بنتيجة تلاتة صفر لو روحنا ليوسف سليمان فهنلاقي كسب البرتغالي روي بنتيجة تلاتة واحد لو روحنا للسيدات هنلاقي يثرب عادل صعدت للدور التاني بعد يفوز على زملتها سلمة هاني بنتيجة تلاتة واحد دولة تأهلوا ونتائج برضو اللي خرجوا خماسي أهلاوه طبعا يشارك في بتوت هون كونج حاجة طبعا عايزي أقولك هون كونج دي يعني انت عشان تروحها ممكن تركب تلات رحلات اه يعني ممكن تنزل دبي الصين الصين هون كونج او مثلا من هنا للصين للصين هون كونج انت عندك يعني او من هنا لدبي يعني واتفر انت ممكن تركب لك تقعد على سفر 24 ساعة يعني سفرية هون كونج زمان سفرية يعني محترمة توصل يعني مداخدق من الطيارة طيب هنروح لخبر بقى كده أخبارنا جوه النادي اللي خلصت هنروح لخبر محلي ودائما نحب نجيب لكم كده الكريزة وزا ما بيقولوا الزهرة بتاعت نتائج المنتخبات والاتحادات الحقيقة اللي بتبقى حاجة بتبقى يعني مشرفة عندنا ملاكم اسمه عمر خالد بيلعف وزن 92 كيلو جرام طبعا حضراتكم اول مرة تسمع له اسم ده واول مرة تعرفوا ان احنا عندنا بطل اسم عمر خالد في الملاكمة وده دورنا كبرنامج الابطال ان احنا نقدم لحضراتكم ابطال مصر وابطال العالم طب عمر خالد عمل ايه فاس ببرزية بطولة العالم الشباب الملاكمة اهو وفضل الله الحمد لله يعني يعني طبعا احنا دايما بندور طيب عمر بيلعب فين بيلعب في هذه الترسنة وزي ما قلت حضراتكم بيلعب في وزن تحت 92 كيلو جرام وتلعبت البطولة في اسمانيا من 14-26 نوفمبر ودي صوره من البطولة طيب عمل ايه عمر خالد بدأ من شوره في البطولة بالفوز على بطل كوريا الجنوبية وبعدين فاز على لعب اوسباكستان 4-1 وبعد كده خسر قبل النهاية قدام بطل العالم ولعب منتخب كوبا طيب وانتخبنا شارف البطولة دي ببعثة مكونة من مين عبدالله سعيد في وزن 54 كيلو جرام واحمد محمد هيكل في 63.5 كيلو جرام ومحمد حسان في وزن 88 كيلو جرام وتمين محمد نعيم في وزن 86 كيلو جرام وعمر خالد بطلنا صاحب البرونزية في وزن 92 كيلو جرام ومعام كابتن شريف هزاع كمدير فني والعميد احمد فاروق نائب رئيس الاتحاد كالرئيس بس ألف مبروك عمر هنا النهاردة بنتكلم على شباب يعني احنا بنتكلم تمان سنتين ان شاء الله في باريس 24 هيكون بيشارك مع الرجال ولكن ممكن ما بيقاش مطلوب منه النتيجة نتكلم في لوس انجلوس او امريكا صح انا بتكلم لوس انجلوس مظبوط في 2028 عايز اقول لكم انه هو ده الشغل لازم الملاكمة المصرية كان لها تاريخ كبير جدا في الحركة الالومبية المصرية وتاريخ مصر اللومبي لازم الملاكمة ترجع تاني لازم الملاكمة ترجع تاني يعني تلات مدليات تاريخية في اللومبياد ولازم ترجع الملاكمة تحت يعني مكانها الطبيعي احنا كنا دايما والله يا وإحنا راحين حتى لعاب أفريقية لما كنا نروح نسافر مع منتخب مصر لعاب أفريقية وروح لعاب عربية لعبة الملاكمة دي احنا ضمنين مدلياته لازم مصر ترجع انا بحي عمر اتمنى كل اللعيبة هنا تكون بتفكر وبتشتغل على نفسها انها توصل والاتحادي تديهم الرعاية والغزا الملاكمة مش بس رعاية وغزا واحتكاك الف من لهم أبروك عمر نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وكل وزمائلك في الملاكمة وترجعوا بالملاكمة السابق عصرها في الحركة الأولمبية المصرية هنروح لخبر تاني وخبر ايضا سعيد يعني دايما بجيب لكم الاخبار اللي الناس مش واخدة بالها منه وخبر النهاردة الاخير ده معنا معاني الرماية الرماية المصرية بتشهد طبعا أزهع عصرها ومشاركات أولمبية وبطولات عالم وتأهلوا باريس عشرين اربعة وعشرين يعني محلبة لعبنا الكبير ونجمنا ونجمه منتخب مصر مبارح انطلقت كأس بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية في مصر بمشاركة تسعة واربعين دولة احنا بنكلم تسعة واربعين دولة طيب بتتلعب فين هذه البطولة في ميدان الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة والحقيقة اللي متأسس تأسيس جاي جدا ودي مش أول بطولة يصدفها هذا الميدان الحقيقة اللي بيتنافس كل أبطال العالم عليه خليني كده أقول لحضراتكم مين هم التسعة واربعين دولة منهم مشاركين مية واربعين رامي ورامية من هذه الدول مين هم بسرعة كده النمسا كرواتيا تشيك أسبانيا فرنسا بريطانيا الكويت سلفاكيا تركيا أمريكا الأرجنتيني الدينماركي إيطاليا قطر أستراليا فنلندا ألمانيا البرتغال بورتوريكو تشيلي أبروس أوكرانيا المجر الهند كازاخستان سوربيا كوريا نرويج بولندا رومانيا أدربجان الصين لاتفيا بولغاريا اليونان سويسرا سلفينيا إيران تايلند باكستان اليابان سنغافورة البرازيل السويد الإمارات سان مارينو بيرو بالإضافة لمصر هو مين اللي مجاش لا بجده يا جماعة طب حد يرد عليه هو فيه دولة مجاش ده من الشرق للغرب لأسيا الأفريقية لأوروبا طب الدول دي جاية ليه؟ جاية لأنها وثقة أن البطولة هتكون فنية عالية تنظيميا أيضا عالية وأكد اللواء حازم حسني اللي كان ضفنا من حلقتين تلاتة هنا وكلمنا معاه وهو يعني بشرنا باستضافة هذه البطولة قال طبعا أنه بالمناسبة اللواء حازم حسني هو رئيس الاتحادين المصري والأفريق الاتنين للرماية أن الاتحاد خلص لسعادات الفنية والجستية الخاصة بالبطولة وده بتعاون مع جهزة الدولة واللي بيجعل رأسها وزارة الشباب الرياضة طبعا ممثلة عن الدولة المصرية والجهات الأمنية ونادي الرماية بمدية مصر الدولية لألعاب اللومبية وكمان قال إن الاتحاد سخر كل إمكانياته طبعا لهذه البطولة نتمنى كل التوفيق طبعا الرماب طوعنا يظهروا بمظهر جيد لأن أنا متأكد أن الناحي ستنجح البطولة انطلقت مبارح يوم 29 نوفمبر هتخلص يوم 4 ديسمبر كل التوفيق لرماب طوعنا وكل التوفيق للاتحاد عشان تخرج شكل إداري كويس وشكل أيضا فني وترجع كل اللعيبة دي لبلادهم تتكلم عن مصر وقديه طبعا من الحفاوة والكرم وحسن التنظيم